موسيقى من جديد لكم التحية مشاهدين الكرام مشاهدي ملاعب العرب في كل أنحاء الوطن العربي الكبير من المحيط إلى الخليج نواصل فقرات هذا البرنامج وكنت قد تحدثت قبل الفاصل عن ما أثاره نجم الهلال السعودي ناصر الشمراني هذا النجم الذي يلعب لنادي الهلال الزعيم السعودي لكنه لعب مباراة مع الشباب سجل هدفا فاز به فريقه الهلالي وحسن صورته لكن اللاعب نفسه دخل التاريخ السعودي من خلال مئة هدف في الدور السعودي وبالتالي الزلزال كما يلقب بات من الأسماء المعدودة لكن لم تحتفي به مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذا الإنجاز وإنما احتفت بلقطة طريفة من جلسة طريفة خاصة مع أصدقائه يحتفي بفوز قطب جدة النادي الأهلي على الغريم التقليدي للهلال نادي النصر نتابع كيف احتفى الهلالي ناصر الشمراني بفوز أهلي جدة على النصر السعودي جدة كده دوري وبحر جدة كده دوري وبحر هكذا كان يهتف ويغني النجم ناصر الشمراني رغم أنه يرتدي قميص الهلال الأزرق ولا يرتدي قميص الأهل الأخضر لكن هي الإثارة ويعني محاولة لمدعبة أصدقائه النصرويين بكل تأكيد باعتبار أن الرياضة وسيلة للتواصل والتقارب وليست وسيلة للتنافر والتباعد عموما في مصر يحتفي التحاد المصري للثقافة الرياضية يوم الثلاثاء المقبلة 31 من مارس بالأمهات المثاليات الرياضيات باعتبار مصر تحتفي خلال الفترة من 21 مارس أو الأيام التي تلي 21 مارس حتى نهاية الشهر بالأمهات المثاليات في كل المجالات الرياضة في مصر طرقت هذا الباب واختارت أمهات النجوم الذين قدموا لمصر إنجازات أو الأمهات الرياضيات بالفعل ممارسة هناك العديد من الأسماء ستكرم يوم الثلاثاء 31 من مارس ولكن هذه التجربة نعرضها من خلال ملاعب العرب لأننا نتمنى أن تكون هذه الظاهرة موجودة في كل أرجاء الوطن العربي الكبير كل أم تساعد ابنها في تقديم ما يمثل رفعا لراية وطن يجب أن تكرم فهي تستحق ولولا الأمهات وصبرهن ودعمهن لأبنائهن من خلال المشاركة في التدريبات والحرص على التجويد ما تحققت إنجازات سيكون التكريم لوالدة عدد من نجوم كرة القدم واللعبات الفردية في مصر منهم والدة الكابتن حازم إمام نجم مصر ونادي الزمالك ووالدة الكابتن عصام الحضري نجم مصر والأهلي والزمالك والإسماعيلي ووالدة النجم حسني عبد الربو نجم النادي الإسماعيلي الذي احترف في أهلي دبي والنصر السعودي والتحاد جدة ووالدة النجم المتألق مع فيورنتينا الإيطالي حاليا والمحترف في أوروبا محمد صلاح سيكون الاحتفال تحت رعاية وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز وبحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي باعتبار أن تكريم الأمهات يكون بداية من التضامن الاجتماعي هناك أيضا عديد الشخصيات من أم الفنانة القديرة كريمة مختار باعتبارها أم الفنانين ولكن كانت تساعد ابنها معتزة دمداش الذي كان بطلا في تنس الطولة هناك والدة مونة عبد الكريمة هناك عديد الأسماء الرنيم الوليلي والدتها أسماء عديدة وعديدة سويري الكومي من زوج الاحتجاجات الخاصة والدة منعم سعد الدين من الأولمبياد الخاص ربما تكون فكرة طيبة نساعد على نشرق ممارسة الرياضة في الوطن العربي وتشجيع الأمهات على دعم الأولاد هناك في أوروبا يتألق عدد من النجوم النجوم العرب لكن سنتوقف أمام عدد من هؤلاء النجوم تلقوا عروضا للانتقال من ناديهم الحالي إلى أندية أخرى والبداية مع النجم المصري الإيطالي الجنسي ستيفن شعراوي نجم الميلان الذي تلقى عرضين من أرسنل ومن توتنهام هناك أيضا محمد صلاح هناك أيمن عبد النور أيمن عبد النور التونسي الأصل والفرنسي الجنسي الذي يلعب مع باريسان جرمان تلقى عرضا من روما الإيطالي وعرض مغري هناك أيضا اللاعب محمد صلاح النجم المصري الذي لفت الأنظار مع فرينتينا في الفسبورج الألماني عرضا 20 مليون يورو 20 مليون يورو ليضمه لصفوفه صلاح صرح أثناء وجوده في مصر في مباراة الودية مع منتخب مصر أمام غينة الاستوائية بأنه يريد أن لا يعود لتشيلسي ويواصل انطلاقته وهناك المصري أحمد حسن كوكا المنتشي بأهدافه في ترتيب الهدفين هناك الثاني في الدوري البرتغالي مع آيو فيو آيو فيو آيو فيو آيو فيو برتغالي ولفت الأنظار حتى أن كوبر المدير الفن المصري قال له إني معجب بأدائك واصل على ذات الطريق في فيو آيو الفريق الذي يلعب له أحمد حسن كوكا وهناك تقرير عن أحمد حسن ومصيرتي مع فيو آيو البرتغالي والذي قاده للعب في الدور الأوروبي لكن الأجمل والأخطر أن لعبا تألق في كأس العالم مع منتخب جزائر يلعب للإفريقي التونسي حاليا هو عبد المؤمن جابو الذي تلقى عرضا لكن ليس في أوروبا وإنما في الوطن العربي في المملكة العربية السعودية مع فريق الهلال هل سيوافق الإفريقي التونسي ويلعب جابو الموسم المقبل مع الفريق السعودي الهلال سنتابع هناك أيضا الكرة السورية تبقى دائما وأبدا سوريا شقيقة مصر وتوأمها في حرب تشرين 73 أكتوبر هذا البلد أو هذا الوطن العزيز على كل عربي سوريا الصمود تصمد من بوابة الرياضة رغم كل ما يحاك لها ماذا فعلت الرياضة بل ماذا فعلت كرة القدم منتخب الناشئين السوري تأهل وحيدا عن المجموعة العربية ليلعب في النهائيات في شيلي إن شاء الله في سبتمبر المقبل المنتخب لم يكن يغرد وحيدا عن بقية المنتخبات هناك أيضا المنتخب الأولمبي الذي سافر إلى إسطنبول ليبدأ مسيرة الإعداد للمشاركة في التصفيات الأولمبية هناك أيضا المنتخب الكبير الذي لعب مباراة ودية مع شقيقه الأردني بالأمس نصل إلى المباريات الودية والصمود السوري ونبدأ مع مباراة ودية دولية أولى للمنتخب المصري الفراعنة يظهرون بثوب جديد مع جهاز فني جديد هكتور كوبر الأرجنتيني قاد الفراعنة في أول مواجهة أمام غينيا الاستوائية مباراة كان فيها شد وجزب قبل أن تقام في الإمارات أم المغرب لكنها انتهت إلى أن أقيمت في بيتروسبورت تقدم صاحب القميس 22 الذي ارتداه خلفا لمحمد أبو تريكا باسم مرسي وأضاف نجم اللقاء محمود حسن تريزيجي الهدف الثاني بتمريرتين الهدفين من صالح جمعة الذي لفت الأنظار بعد مشاركته في الشوط الثاني لكن بداية الكل يتحدث فيها عن السرعة التي كانت واضحة وانظر إلى هدف تريزيجي ستجد أنه يترجم تألقه في اللقاء نذهب من البيتروسبورت والمباراة المصرية إلى الأردن الذي استضاف منتخبها المنتخب السوري ولعب مباراة ودية تألق فيها أبناء فجر إبراهيم أبناء سوريا بهدف وحيد على النشامة في ملعبهم ووسط جماهيرهم المباراة التالية كانت مباراة البحرين وكولومبيا كولومبيا مباراة أقيمت في المنامة ونجح الفريق الكولومبي بالفوز بسوداسية نظيفة على صاحب رداء الأحمر المنتخب البحريني وبذات السوداسية انطلق المنتخب العماني الأحمر العماني الأحمر الثاني انطلق ارتدق مصر أبيض في هذا اللقاء بالمناسبة بفوز على ماليزيا بسوداسية أيضا وكأن السوداسية كانت ما بين البلدين الشقيقين المتقاربين البحرين استقبلت شباكوها سوداسية وعمان يعني وضعت ستة بصمات ستة كرات في مرمى ماليزيا بقيت مباراة كانت في الدوحة استضاف المنتخب القطري شقيقه الجزائري نجوم كاس العالم الأخيرة لكن المنتخب القطري تمكن من الفوز بهدف وحيد على الفريق الجزائري غدا مبارتان العراق ستلعب مع الكنغو والمغرب مع أورجواي والاثنين قطر ستلاقي سولفينيا السعودية والأردن عمان والجزائر البحرين والفلبين كولمبيا والكويت نصل إلى حكم مصري مع أربعة حكام عرب إذن خمسة حكام عرب في مونديالي الشباب كشفت عنهم قبل قليل لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الدولي لكرة القدم والحكام هم المصري حكم الساحة المصري جهاد جريشا والسعودي فهد المرداسي المساعدون الثلاثة هم السعودي عبدالله الشاوي والعماني أبو بكر العمري والسوداني وليد أحمد للأسف الصافرة العربية والرأي العربية موجودة في هذا اللقاء في هذا المونديال وتغيب للأسف الشديد الكرة العربية مشاهدين الكرام هكذا قد طوفنا بكم يعني يمنة ويسرى لكننا سنيمم بالتجمع ترجمة نانسي قنقر